إني تركت لكم هدى نوراً يشعب على المدى ما إنت مسكتم به فلن تضلوا أبداً نبرس حق كل حين هدى لقوم متقين منه الهداية واليقين منه السلام قد ابتدى نبرس حق كل حين هدى لقوم متقين منه الهداية واليقين منه السلام قد ابتدى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لكذ قنا إذا شططا يقص الله عز وجل خبر أهل الكهف الفثية الذين التجوا إلى الغار في الجبل فارين بتوحيدهم وعبادة ربهم عن قومهم المشركين وهذا فيه اعتزال أهل الشر وأهل الفثن واللجوء إلى مكان بعيد لألا يختلط بأهل الكفر والنفاق والمعاصي فلما فعلوا ذلك ثبت الله قلوبهم وأنزل السكينة على نفوسهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لما وحدوا الله عز وجل واعترفوا بربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وأنهم لا يعبدون إلها غيره جل في علاه وأنهم موحدون مؤمنون ولو فعلوا غير ذلك قال لقد قلنا إذا شطط لو أننا عبدنا غير الله لكذبنا فيما قلنا ولأخطانا فيما فعلنا ومن عبد غير الله فقد أتى بأعظم ذنب وهو الشرك بالله عز وجل والشطط هو القول الزور الآثم المخالف للحقيقة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذب وقال الفتية المؤمنون أهل الغار إن قوما الذين كنا معهم الملك وقومه والشعب اتخذوا من دون الله آلهة أشركوا مع الله آلهة وغيره وأخطأوا في هذا الفعل المشين وهو الشرك لو لا يأتون عليهم بسلطان بي ليس عندهم دليل ولماذا لم يأتوا بدليل أو برهان على صحة ما ادعوه من عبادة غير الله عز وجل لكنهم على جهل وزور وبهتان فليس عندهم بصيرة ولا حجة ولا برهان من الله سبحانه وتعالى ولا علم إنما عبدوا بالهوى والجهل عبدوا غير الله عز وجل ثم قال فمن أظلم ممن افتر الله على الله كذب فلا أحد في العالم أكثر ظلما وأكثر فجورا ممن افتر على الله الكذب أو ادعى إن الله أوحى إليه ولم يوحي إليه شيء أو نسب إلى الله عز وجل ما نزه نفسه عن ذلك من الشريك والولد والصاحبة أو أشرك مع الله غيره جل في علاه فلا أظلم من هذا ولا أكذب منه في العالم ولا أشد جرما منه أعاذنا الله من ذلك من الافتراء على الله أو الإشراك به أو الزيغ والإلحاد في أسمه وصفاته أو نسبة ما نزه الله نفسه سبحانه وتعالى عن نسبة إليه فهو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشرنكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وقال بعضهم لبعض الفتيان إذا أنتم اعتزلتم قومنا هؤلاء المشركين وتركتموهم وغادرتم أوطانهم واعتزلتم الذي يعبدون من دون الله عز وجل غير الله سبحانه وتعالى فأنتوا فأووا إلى الكهف تعالوا إلى الغار ما دام أنكم تركتم هؤلاء وآلهتهم وأصنامهم وأوثانهم فهيا بنا نصعد إلى غار علنا نجد فيه أنسا وعلنا نجد فيه راحة وعزلة من الشر والغار في الجملة مبارك فإن هذا الغار لما التج إليه هؤلاء أنزل الله عليهم الرحمة والرسول عليه الصلاة والسلام لما فر من عبادة قومه وفر من أهل مكة والتج يتحنث في الغار حراء أنزل الله عليه الوحي واختاره للنبوة فالعزلة عن الشر مطلوبة وواجبة وعن أهل السوء فلما التجوا إلى الغار قال فأووا إلى الكهف تعالوا إلى الغار وادخلوا الغار فإذا فعلتم ينشر لكم ربكم من رحمته والله يعطيكم سبحانه وتعالى وينزل عليكم من الرحمة من الإيمان والسكينة والأمن ويهيئ لكم من أمركم مرفق ويختار لكم الأحسن والأرشد والأيسر من أموركم والله إذا تولى العبد عاش في راحة وأمن وفي سكينة وفي سرور وهذا كل من شأن من فوض الأمر إلى ربه سبحانه وتعالى والتج إليه ثم وصف الله حال أهل الكهف لما دخلوا الغار والجو الذي كان فيهم وحالة الشمس وهي تطلع وتغرب عليهم قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت الشمس من المشرك تميل جهة اليمين من الغار وهم نائمون ألقى الله عليهم النوم فليسوا بأموات وليسوا بأحيان حياة كاملة بل هم رقود كما وصف الله سبحانه وتعالى حالهم فترى الشمس أنت إذا رأيت الشمس أو دخلت الغارة رأيت الشمس وهي تطل عليهم لكنها تنحرف جهة اليمين من جهة الغار إذا طلعت من المشرك وإذا غربت تقريضهم ذات الشمال تأخذ ذات الشمال من جهة الغروب فهي تشرك عن يمين الغار وتغرب عن يسار الغار وهم في فجوة منهم في مكان وسط بين يمين الغار وبين يساره بين مشركه وبين مغربه في مكان حيث أن الشمس تأتيهم قليلا والهواء يأتيهم قليلا فهم يعيشون بين حرارة وبرودة اختيارا من الله سبحانه وتعالى لتبقى لهم الحياة وتبقى فيهم الحياة فبالحرارة وبالبرودة تبقى الحياة في الجسم لألا يتعفن الجسم وهم رقود أكثر من ثلاثمائة وما يقالب تسع سنوات ومع ذلك لم تعفن أجسامهم ولم تبلأ وإنما كان يقلبهم سبحانه وتعالى ذات اليمي ذات الشمال لألا تأكلهم الأرض فانظر إلى حكمة البأر ولطفي جل في علاه في كيف أدخل عليهم الضوء بنسبة مقدرة عند الإشراك وكيف بقي الضوء والحرارة عند الغروب بنسبة مقدرة وكيف أبقى الهواء يدخل في الغار ويخرج لتبقى الحياة في أجسامهم ولألا تأكل الأرض تلك الأجسام أو لا تعفن وهم في فجوة من ذلك من آيات الله هذه من دلائل قدرته سبحانه وتعالى وبراهين ساطعة على بديع خلقه جل في علاه وهذا يدل على أن هذا الإله جل في علاه الملك المتصرف في الكون هو رب كل شيء وهو القادر على كل شيء سبحانه جل في علاه من يهدي الله فهو المهتدي من أهداه الله عز وجل فهو المهتدي حقيقة لا تقول أحد تطلق عليه تدى لأنه تدى إلى علم غير علم الإيمان أو العلم الذي يوصله إلى رضوان الله عز وجل المهتدي حقيقة من وفقه الله إلى الإيمان به وتوحيده جل في علاه ثم يسلك من العلوم والفنون ما يناسبه ويناسب تخصصه لكن ليكن تكون وجهته الصراط المستقيم له الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن كتب الله عليه الظلال فلن تجد من يرشده ومن يتولاه ومن طبع الله على قلبه فليس له من يهديه سواء السبيل ومن خذله الله عز وجل فليس له من يصلح من حاله ومن يتولى أمره لن تجد له وليا مرشدا وليا يتولاه في أموره ويرشده إلى أسد الأمور إنما كل من لم يتوله الله أو لم يهديه الله فوليه الشيطان وعمله غواية وتصرفه ضلال وكلامه خطأ فنعوذ بالله من الضلال ونسأل الله أن يهدي قلوبنا وجميع المسلمين والمسلمات وتحسبهم أيقابا أنت أيها الرائي والمشاهد لأهل الكهف تظن أن أهل الكهف أيقاب وتظن أنهم ليسوا برقود ولكنهم في الحقيقة نيام وهم رقود لأن الحياة بكيت يعني في أجسامهم وأنت إذا رأيتهم وبعض أهل العلم قال أن عيونه مفتحة ولكن في الحقيقة أن الله ألقى عليهم النوم نوما طويلا لم يعلم في التاريخ أن كوما ناموا نومة طويلة إلا نومة أهل الكهف وحتى يضرب به المثل يقول نوم أهل الكهف لطوله فإنهم ناموا ألقى الله عليهم الرقادة والنوم ثلاثمائة وتشع سنوات حتى يقول شوقي وهو يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق شبات بأيمانهم ذكران بأيمانهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات فهم قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود أنت تظن إذا شاهدتهم كأنهم أيقاظ وصاحين والحقيقة أنهم رقود في حالة نوم وليس في حالة موت ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولألا تعفن أجسامهم وتأكل الأرض أجسامهم يقلبهم الله مرة يمينا ومرة يسارا فسبحان الذي خلق الخليقة أناس أحياء حياة كاملة وأناس في حالة نوم نوما مؤقتا وأناس في حالة نوم يطول بهم النوم إلى ثلاثمائة وتشع سنوات وأناس يموتون فجل في علاه وسوف نواصل من هذه الآية في الحلقة المقبلة إن شاء الله وبارك الله فيكم إني تركت لكم هدى نورا يشعر على المدى ما إنت مسكتم به فلن تضل أبدا حكام وأفضال تلوح مسك وريحان يفوح بسر أنوار يبوح بالمعجزات تفردان حكام وأفضال تلوح مسك وريحان يفوح بسر أنوار يبوح بالمعجزات تفردان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر